ينضم معنا مدير الصحة العامة في صحة الكرخ الدكتور نازك الفتلاوي مرحبا بك دكتور هناك أنباء متداولة بأن بغداد سجلت أول حالة وفاة لطفل صغير ما دقة هذه المعلومات؟ سلاما من الله عليك وعلى كل من يعمل معك وكل المشاهدين حقيقة لم تعرف هذا وباء بايروسي منتشر في جميع دول العالم الإحصائيات التي ذكرتها هي إحصائيات شفافة تعلن أول بأول من المؤسسة الصحية وكذلك تعمم على جميع دوائر الصحة الوفيات لحد الآن سجلت تسعة وفيات وهذه التسعة وفيات أنا أحب أعقب لحضرتك وعلى ضيوفك الآخرين أن هذه الوفيات هي سبب تأخير المراجعين وعدم قدومهم إلى المؤسسة الصحية بحيث معظمهم متوفوا قبل وصولهم إلى المستشفيات أما بالنسبة إلى حالة الطفل فلم تؤكد لحد الآن لم تصل لنا حالة طفل متوفي أما بالنسبة إلى دار الصحة مغداد الكرخ كما تعرف لدينا سبعة حالات كانت في أول الإصابات التي حثت بالبلاد وتميع هذه الإصابات تم الشفاء التام وذهبوا إلى عوائلهم متشافين والآن لدينا ستة حالات جديدة لم يسجل لدينا أي طفل لا أصابة ولا وفاة بالنسبة للرقعة الجغرافية التابعة إلى دار الصحة مغداد الكرخ دكتور نازك هناك معلومات متضاربة حول الشخص الذي دعا ثمانين شخصاً لوليمة في بيته هناك من يقول بأن هذا الرجل ذهب إلى المستشفى قبل الوليمة وأخبرته المستشفى بأنه نتائج سلبية ثم دعا الناس إلى الوليمة وبعد ذلك تم الاتصال به مجدداً وأبلغوه بأننا قد اختلطت علينا بعض الأوراق والنتيجة إيجابية هل هذا الكلام صحيح؟ هل الخطأ يقع على المستشفى؟ أم هذا أصلاً ليس له صحة؟ هذا الخبر عاري جداً من الصحة أنا اللي ذهبت إلى هذا الشخص طبعاً هو ضمن الرقعة الجغرافية التابعة إلى دائرتنا كان الأول خبر أنه عند إصابته من عائلته ذكروا أنه عندنا الذهاب إلى الملامسين وجمع الملامسين ووضحهم تحت الحجر الصحي كان أول مرة ذكروا أنه عندهم هذه المناسبة قدومة من مناسبة دينية فعلى شكل وجبات معينة كان أول مرة حوالي 80 شخص وعنده التحري وذهابنا إلى المنطقة في اليوم الثاني بعد أن ثبتت إصابة هذا الشخص وإيداعه في إحدى المؤسسات العزل بالنسبة التابعة إلى دائرتنا ذهبت إلى هذا المكان مع الفرق الصحية والقوة الماسكة إلى الأرض ظهروا أنه العدد الملامسين لهذا الشخص بين جالس معه أو بين مسلم أو بين ذاعب إلى مكان معين 197 شخص وكانت هذه طبعاً جداً كبيرة بإضافة لذلك الناس الذين كانوا ذاهبين معه لهذه المناسبة الدينية لزيارة مراقد في إيران كان عددهم 48 أو 50 شخص من ضمن هذه الأشخاص أما بالنسبة إلى الملامسين هو التكملة لـ 98 إضافة لهؤلاء الأشخاص الذاهبين هذا حقيقة هو عرقلة إلى العمل للمؤسسات الصحية ونتيجة نقص وعي للمواطن هو المواطن وكذلك المواطنين الآخرين هذا يسبب إحراج إلى المؤسسات الصحية وإلى كل العاملين بالنسبة إلى المستشفيات نحن دائماً نطالب بالأشخاص عند قدومهم من منطقة موبوئة بعزل نفسه وفي مكان معين حفاظاً على نفسه وعلى عائدته وعلى المجتمع وفي حالة ظهور أي علامة معينة يتوجه إلى المؤسسة لكن حدث لهذا الشخص عكس ما كنا نطلب منه طيب دكتور هل الناس متعاونون معكم بشكل كبير هل تواجهون صعوبة في إقناع المريض بإدخاله إلى الحجر؟ بالتأكيد هذه المجموعة الكبيرة جداً كانت متعاونة معنا بس تعرف في بعض الأشخاص نلاقي بعض المعوقات كشخص وشخصين تذهب فرق معينة وبالتالي نقنع هذا الشخص أنه خطورة المرض وخطورته على المجتمع وبالتالي هو راح يستجيب لأنه يعرف مصلحته ومصلحة حوله ومصلحة أهله ووطنه بصورة كاملة يذهب معنا جميع الملامسين حقيقة اللي دخلوا لدينا في هذه الفترة هم لم يحدثوا أي إصابة لم يشكلوا أي إصابة معينة عندما خرجوا السبع الأشخاص الأولى اللي كانوا داخلين ومؤشرين كمرضى مصابين في دائرتنا طبعا هم كانوا بـ 11 يوم خرجوا أو بهم بعض عشرة أيام أما عوالهم فأكملت الأسبوعين شكرا لك دكتور نازك الفتلاوي مدير الصحة العامة في صحة الكرخ كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد